ينضم إلينا من الرياض نايف الدندني الباحث في استراتيجيات الطاقة أهلا بك نايف دعنا نتحدث عن فكرة تجاهل الصين للعقوبات المفروضة على إيران وفنزو لا سواء كان عملناً أم سرًا هل أصبحت الصين اليوم أكبر من أن تعاقب؟ مساء الخير مايا ومساء الخير لجميع متابعي قناة الشرق الحقيقة أن النفط الإيراني لم يغب عن الأسواق ولم يختفي من الأسواق منذ الانسحاب من الاتفاق النووي 2018 الإيرانيين مستمرين في تصدير النفط للصين ولم يتوقفوا أبداً الصين تأخذ هذه الكميات لسبب الذي ذكرته في التقرير لأكونه أرخص والحقيقة تخزينه في بعض الأحيان يعني الصينيين يريدون أن يتأكدوا أن مخزوناتهم الإستراتيجية مليئة بالنفط الرخيص متى ما سمحت لهم الفرصة في ذلك فلم يتوقفوا من استيراد النفط من الإيرانيين والإيرانيين بطبيعة الحال لهم يرحبون بأي مصدر للاستيراد أياً كان لتعطشهم للعوائد النفطية أياً كان السعر وأياً كان من يدفع ماذا عن العقوبات؟ كيف تتعامل مع هذه العقوبات؟ وكيف تستورد من دول عليها عقوبات؟ الحقيقة أن الصين الآن تستخدم بعض التكنيكس أو بعض التكتيكات لتغطية ما تفعل واحدة من الأشياء التي تسويها الصين أنها تجيبها عن طريق مصافي خاصة بمساعدة الإيرانيين الإيرانيين ينقلونها عبر البحار ويعطلون أجهزة الأرسال حتى لا تتم مراقبتها من قبل المنظمات الدولية أيضاً يتم تبادل النفط عن طريق البحار يعني من سفينة إلى سفينة يعني عملية كوماندو بالضبط هل يمكن أن يؤثر على أوبيك أو أوبيك بلوس وحصتها في السوق؟ أبداً ما له تأثير وإن كان تأثير محدود وإن كان هناك تأثير فهو تأثير محدود والدليل أننا نشوف الأسعار في اضطراد وفي ارتفاع مستمر وهذا ما هو جديد يعني من تحالف أوبيك بلوس لما حصل تجديد الاتفاق في إيبرل 2020 وحتى لما حصل تجديد الاتفاق في مايو 2021 هذه الحقيقة كانت موجودة وكانت على أرض الواقع والنفط الإيراني كان يصدر إلى الصين وبالتالي تقييد الإنتاج وحصص الإنتاج وارتفاع الأسعار وردة فعل الأسواق لم تتغير أبداً هذه حقيقة ماثلة ردة الفعل يجب أن لا تكون عن طريق أوبيك بلوس عن طريق من يراقب هذه العقوبات ويغض الطرف عنها أيضاً نايفي الأرقام تشير بأن 2021 شهد أعلى نسبة استيراد ربما من هذه الدول ألا يمكن أن يؤثر أيضاً على ميزان العرض والطلب مستقبلاً؟ الحقيقة في موضوع العرض والطلب نحن نعرف أنه الآن مقبلين على سنة أو سنة تعافي الزيادة في العرض موجودة ويبدو أن الطلب يتعزز بشكل كبير الدليل أن الأسعار تتجاهل مخاوف أميكرون تتجاهل قضية كازاخستان والتهديدات التي كانت تحيط بمعدل إنتاج كازاخستان حتى في ليبيا مثلاً ليبيا رجعت إلى معدل إنتاجها إلى 900 ألف برميل ولازالت الأسعار منطلقة بعنفوان لماذا؟ لأنه بمعدل منحنة تعافي اللي يشهدوا الاقتصاد الآن معدل الطلب حيزيد والزيادة هذه الحقيقة تدفع بالأسعار صعودة واستراتيجياً برضو يجب أن لا نغفل استراتيجياً أن الأسواق تشعر أن هناك قد نصل إلى مرحلة يتجاوز الطلب كمية العرض بسبب نقص الاستثمارات وبسبب نقص معدلات الإنتاج من دول بما فيها دول أوبك بلس كازاخستان مثلاً كازاخستان المفترض أنها تصل إلى مليون وخمسمائة ألف ويرتفع إنتاجها في فبراير إلى تقريباً مليون وستمائة ألف الآن أعلى معدل إنتاج وصلت له كازاخستان بغض النظر عن ما يحدث في الاضطرابات هو مليون وثلاثمائة وثمانين ألف فبالتالي كازاخستان تحت معدل الإنتاج حتى روسيا تحت معدل الإنتاج أيضاً أنجولا تحت معدل الإنتاج نيجيريا تحت معدل الإنتاج فكل هذه الحقيقة ولذلك اليوم أنتم في بداية التقرير أنا أشوف تجاوز الثلاثة وثمانين دولار سحيح براير طلع فوق 82 يقترب من 83 اليوم لهذه الأسباب استراتيجياً ومنحنة تعافي الحقيقة ومنحنة معدلات الإنتاج للدول الأسواق جالسة تجاهل كل هذه المؤثرات تأخذ العنفوان مدوم فتحنا حديث أسعار النفط نيف أين ترى هذه الأسعار في الفترة المقبلة؟ نحن نتحدث عن هذا المساوى وحضرتك تقول بأن بسبب قلة الاستثمارات وبعض الدول لا تتمكن من الإنتاج بكامل طاقتها أين ترى الأسعار تذهب؟ ما هي توقعاتك على المدى القصير المتوسط والبعيد خلال 2022؟ أنا أعتقد أنه سنصل إلى ثلاث خانات إذا استمرنا بهذه المعدلات لما أقصد المعدلات معدلات إنتاج الدول ثلاث خانات في مئة وفي ثلاث مئة في فرق كبير لا ثلاث مئة أعتقد أنه لا نتجاوز للمئتين دولار لكن ثلاث خانات أعتقد أنه سنتجاوز المئة الدولار إذا استمرت منحنيات الإنتاج لدول أوبك بلس إذا زيادة الطلب العالمي مضطرد ومعدل نمو الاقتصاد العالمي مستمر إذا نقص الاستثمارات بالشكل هذا ونحن نعرف أن الدورة الاستثمارية في الصناعة النفطية هي ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات فلن يحصل بين يوم وليلك مئة إنتاج هائلة متوقعينها سواء من أوبك بلس أو من خارج أوبك بلس الدليل على كلامي أن هناك الآن اقتناص يعني هناك مؤشرات لاقتناص الفرص من النفط الصخري معدلات منصات الحفر في ازدياد لدينا الاستثمارات بدأت ترتفع وهناك الحقيقة حركة ملحوظة في النفط الصخري وازدياد أنشطته نايف الدنداني البحث في استراتيجيات الطاقة كنت معنا من الرياض شكرا لك